وليه كلما نعيب نزلات البرد بيكتبونا فيتامين سي لو واحد عنده مشكلة في الأعصاب برضو بيكتبوه له فيتامين سي وحت لو خارج من العملية نرد حلقتنا هنتكلم عن فوائد فيتامين سي بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة فيتامين سي من الفيتامينات المهمة جدا وتعتبر من الفيتامينات الزوابة في الماء وده معناها انك لازم يوميا تاكل أكلات فيها فيتامين سي جلا بينا نعرف أهم 8 وظايف بيعملها فيتامين سي في جسمين أول وظيفة انه بيعمل على التقام الجروح وطبعا لانه بيعمل على تجديد وإفراز الكولاجين في الجسم ثانيا بيدخل في عملية التمثيل الغذائي للبروتين عشان نقدر نخدم البروتين وامتصاصه في الجسم ثالثا لدور فعال لجهاز المناعة والحماية من الأمراض وكمان مكافحة العدو طبعا بيحسن امتصاص الحديد في الجسم الموجود في الأغذية النباتية أما خامسا انه بيساهم في تقليل الكوليسترول الدار والدهون السلسية سادسا بيدخل فيه تكوين العزام لإنه بيدخل فيه تكوين الكولاجين وكلما كان فيتامين سي في المستوى المناسب كلما كانت صحة العزام في أفضل أما سابعا انه بيدخل في تكوين الأعصاب وبيساعد على سرعة انتقال الإشارات العصابية وأخيرا بيقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون عن طريق منع تكوين الجزور الحر وطبعا الجزور الحرة ديت هي اللي بتتلف أنسجة الخلايا السليمة وبتحويلها لسرطان وعشان كده تملي بننصح ان احنا لازم نتناول أغذية بتحتوي على فيتامين سي لو عايزين تعرفوا أكتر عن مصادر فيتامين سي متنصوش لايك وشير للفيديو